قناة الجديد على وثيقة صادرة عن الحكومة الأمريكية تحذر فيها من خطر وقوع احتجاجات على نطاق واسع في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا بعد معلومات عن انطلاق عرض فيلم مسيء إلى النبي محمد في الرابع من الشهر الحالي من دون أن تحدد الوثيقة أمكنة عرض الفيلم الوثيقة تحذر من أعمال عنف قد يقدم عليها المحتجون فضلا عن قطع الطرقات ومحاصرة أماكن عمل وسيارات لمواطنين غربيين كما تطلب الوثيقة من المواطنين الأمريكيين تجنب المطاعم والمصالح التجارية الغربية التي يمكن أن تكون هدفا للمحتجين الغاضبين الفيلم لمخرج باكستاني ارتد عن الإسلام يعيش في إسبانيا ويجاهر على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه يعمل من أجل عالم خالم من الإسلام والمسلمين وهو يتناول بصورة مسيئة النبي محمدا ويتطرق إلى زواجه بأسلوب رخيص ومبتذل سنمتنع عن عرض أي مقاطع مسيئة من الفيلم ولن نذكر كذلك عنوانه ولا اسم المخرج كي لا نسهم في الترويج له وكي لا نخدم أهدافه الواضحة التي تستجدي إثارة الفتنة والاستفزاز المجاني اشتركوا في القناة